الله له إنشاءان الإنشاء الأخير هو الذي عبر عنه بقوله ثم أنشأناه خلقا آخر فكأن قبل هذه المرحلة إنشاء هذا الإنشاء يختلف عن الإنشاء الثاني لأن الإنشاء الأول كان إنشاءا تبيعا لأمه يتغزى منها ويتنفس منها ويستوجب قومات حياته الجنينية منها فحين يشاء الله أن يجعله خلقا مستقلا بكل أدوات الحياة يقول فيها ثم أنشأناه خلقا آخر وحين ينشئه خلقا آخر لا بد أن يفصله عن سبب الخلق الأول يفصله عن أمه فيأتي الميلاد وتأتي العملية البرزخية في الميلاد العملية البرزخية في الميلاد أنه كان تابعا ثم يشاء الله له أن يكون مستقلا بمقومات حياته بين هذين برزخ لا بد أن ينتقل من الأول إلى الثاني وفترات الانتقال لا بد أن يكون فيها معنى من الأول ومعنى من الثاني فحين يتجازب ويعمل على أن يكون ذلك الإنسان إنسان مستقل تلد في المسألة الأولى نسميها أحنا في عرفنا مسألة برزخ الطلق ومعنى الطلق هو الإيزان بأن الحياة الأولى تنتهي التبعية وتأتي الحياة الثانية فلا بد أن توجد مرحلة لها مرحلة الطلق على شأن يستبقى لها تبعيتها حتى تكون لها أصلية فهذه هي مرحلة الطلق فهذه المرحلة تكلمت عن الخلق بواصلة التناسل ولذلك حينما يتكلم عن الخلق أصله من سلالة من طين وبعد ذلك ثم جعلناه ثم جعلناه نطفة نعم نعم إذن فيه خلقين بقى كما أن الجنين في بطن أمه خلقان خلق التبعيات وخلق الاستقلال يجيء هنا في الإنسان كله من آذب خلقين خلق صوره الله بيديه ثم نفخ فيه روحه وبعد ذلك لم يكرر العملية في الإنسان بل ترك هذه العملية التي أشعها في آدم وخلقه تشيع بواسطة التكاثر الذاتي يلتقى الرول بالمرأة فتحصل ليس كل عملية بقى عايزة تصوير وكل عملية عايزة نفخ في روح لأن نفخ الأول هو الذي يشري إلى أن تقوم الساعة ترجمة نانسي قنقر